في إطار تعزيز تعاون الثنائي بين المملكة المغربية وسلطنة عمان في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة استقبل رئيس الحكومة عبدالله بن كيران اليوم بالرباط وزير الخدمة المدنية العمانية سيد خالد بن عمر سعيد المرهون الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المملكة أنا أكثر من سعيد بلقاء بدولة رئيس الحكومة واستمعنا إلى كثير من الناحظات والنصح بإذن الله تعالى هذه الملاحظات ستكون موضع تنفيذ وموضع تواصل بإذن الله مع المعنيين في وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وتضمنت زيارة وزير الخدمة المدنية العمانية للمملكة عقد عمل مع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية السيد محمد مبديع تمحورت حول سبل تفعيل مذكرتي تفاهم الموقعة بين المغرب وسلطنة عمان في مجال الوظيفة العمومية وشؤون الخدمة المدنية وبناء قدرات الموظفين الحكوميين اشتركوا في القناة